كان عندي الوالد قبل 2011 يعني من الكبار بالعمر اليوم موجود كان عمره شي بحدود 90 سنة كان يسمع ويعالج حسب الإمكانيات يعني تمشي أمر ونحن كنا اللي حقين عملنا ما لنا كنا مهتمين في الأمر من بعد الـ 2011 صارت الحياة فيها غلاب وديقه شوي راجعت يعني من شايفه من العلاج القديم من كذا حاولت أطور الموضوع باشرت في نفسي في عائلتي في أولادي النتائج اللي تحصل معي كويسي كشلون كان الطريقة ايش تعطي شوي شوي انتقلت للأوسع الأمور اللعب تنجح أمن تابع يعني فيه السلطان أنا ما نجح معي فيه الضمور ما نجح معي الشلل ما مشي نهائيا الشلل معروفة عند كل الناس لا يمكن يأخذ نتيجة بس بريح يعني فيه صدمات كهربائية شغلات نحسن ريح بس اني يجي واحد يقولي والله الشان شهدتش فيه لا فيه كدير مور خلال التجربة عطت نتائج وديقت الحياة يعني طلعت اني فيه قبل من الناس والله حاولت يعني أكتر مرة اني أبحث عن عمل كل إنسان يعني له طموح الحياة وفيه ضغوط الوقت حسيت اني الناس فيه أقبال والحمد لله النتائج كويسي يعني فضلت اني أهتمم سابر لاني العالم في غلبه وفيديو أو شوية عبتاني إيش من نحسن نساعد الناس إن شاء الله ما من قصر يعني هلا أنا في إلي صفحة فيسبوك اسمها مرحيين يا أم محمد تمام؟ فيه السكر جروح السكر يعني اليوم فيه مجاشر فيديوهات خمساش فيديو جروح السكر وكلهم عبتاني بتر وتمشي فيه وفيه ناس إجت التعالجات يوم يومين ما تبعوا خلاص موطنة بيقطع أو بدي خلاص من البلاء أو عيلتهم مثلا لاني اللحم أخياني مريض السكر بندار طالع ريحة قريهة وتأيوحات فيه ناس بترت ما تبعوا تمام؟ في عندي حبيات السنة للبعجة كتير هلا كل الحبيات السنة بتشفى إلا تتتخفى ما تترك موضع علامة عن طريقة العلاج عندي ما تترك علامة موضع عني هائيا كمان موجودة على صفحة فيسبوك أكثر من حالة شفيانة الدسق راس الفائرات كل شي وجع خارجي يعني اليوم فيه نتاج أنا ما بحسن أحكي كل النتاج فيه صفحة فيسبوك اللي بدخل بتفرجي بشوف ايش النتاج عبتعطي وأولا وأخيرا بش في الله ما في إنسان بش في إنسان إذا ما الله أزم بالشفاء إنسان ياخدوا الأسباب ويتوكل على الله والله فيه كتير ناس بيجي ما هو مقتنى بالدواء فيه ناس بيأخذوا الدواء خاص مقتنى بشي تاني أنا ما هو زجور بيه بس لها بتابع الحمد لله بطاق نتاج كويسي وبنتمنى الشفاء للناس المخطط هاي المخطط هون ايه عنده مخطط هون ايه عنده مخطط هون رحنا سوينا عملية ما بشهرين بضاعة من بعد العملية ما ما شفت فرق نهائية رجع على قلم نفسه ورجع على قلم نفسه طيب ما عارش اش راك فيها الله تخدير تنهي هلا أنا أحمد جاسم الأحمد أعاني من مرض ديسك صاري تقريبا من 2016 سويت عملية وما نجهت والحالي الألم نزل على إجري اليسار سبب لي خدر بإجري كاملة مع تعظيل مع تنميل واضطريت انه أروه على ديكاترا وغير ديكاترا ما استفد شي اسمت بالأخ ابو محمد الحياني وحاليا ايجان رجال كثر الله خيرو ايجال عنه وحاليا بلشت علاج عنده اليوم صلي تقريبا شين الساعة ده هلي يجري وتقريبا تقريبا حسيت ب بش اسمه حسيت باني طبت الشي تقريبا خمساش بالمية يعني راح الألم خمساش بالمية كان عندي خدر وتنميل خف شي خمساش بالمية ما صلي نص ساعة دهنو وماتي 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 تمام بس هاي فيها ألم شوي بسغل خدرك خدرك انا حسين الحمود من شرق حلب مهجر من شرق حلب كيف شلون وجينا اللي هنا على المخيم وقعدنا وصار معايا ألم تعرف ألم ظهر جينا نتعالج ترددنا على المشفايات ترددنا على الصيدليات ترددنا على المستوسط ما شبت نتيجة شي بعدين جارنا هنا اللي زيال خير ظهروا عم يوجعوا وجينا سألنا قلنا نقول خيو وين رحت انت يعني قال والله بي زلم أخيو رحنا عليه هو أب محمد رحنا لعندو الحمد الله مش هالحال والله رحنا آني والأخ هنا كبنا متور ورحنا رحنا لهنا كخيو العندو اللي قينا عندو قاعدين ثلث زلم أم تعال جون زاد والله خلصهم هش يتلو الغصة انه هيش وهيش هيش عم صير معاي قال لي خيو تأخذ هالدوه هاد وستعملوا كذا 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 وإن شاء الله وتعالى بتشوف الشفاء عليه جبت الدوه وجيت مثل ما انطان التعليمات سويت والله أخيو ثاني يوم ثاني يوم ثاني يوم أفرقت والله لا بدي أسوي له دعاية ولا بدي أسوي له شقلات ولا بدي أسوي له شي الزلمة هذا اللي يعني طلع معا وقال حصارنا اسبوع عم نتعاج كل نهار عمدها حالي وانطان الزلمة حباياتي شاخيو نعبيهن دوى نشربهم واحدة المغرب وواحدة المساء أو الحمد لله شفاء بالمية ثمانين أكيد تكون الطفل في عنده حتقان قوي بصير عنده حالة حرارة قوية هالعملية هالدواء من أبسط ما يكون بعيد عن المسكينات بعيد عن المواد كيموية الطفل إذا في عنده مخطأ قوية دهنة وبقى دهنة بإذن الله بنتيب لنا إذا في عنده الوز دهنة هون صغيرة وإذا في عنده التعب إذن ربع النكاشف قلب دهنة بتكاني واحدة عبدورة تدوير ولاحظة في التم درجة حرارة وقلال ربع ساعة ترجمة